دكتور سعيد إذن نحن أمام مصطلحات الصلح والإصلاح الصلح قد يكون بمبادرة من أحد المتخاصمين أو من كليهما أما الإصلاح فيستدعي دخول وسيط بين المتخاصمين فإذا ما تحدثنا عن الصلح أولى بالمؤمن أن يصطلح بداية مع الله سبحانه وتعالى ومن ثم يصطلح مع عباد الله لو تضيئ لنا على هذه النقطة دكتور الصلح والتصالح مع الله جل جلاله هو الخطوة الأولى والقاعدة الأساس التي تؤهل الإنسان لقبول الصلح في أي مجال من المجالات الذي لا يعترف بالله جل جلاله خالقاً رازقاً لا شك أن في حياته خلل يحتاج وهو لا يملك إلا حياة واحدة إذا أحسن استثمارها كان من الفائزين من الناجين في حياة الخلد لأن الحياة الدنيا هي قصيرة ولو طالت بل هي أقصر من أن نقصرها ولكن حياة الخلود هي في الآخرة في دار القرار إذلك حينما قال ربنا في صورة البقرة بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من غي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هكذا الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله وكأن هذه الآية تترجم معنى قولنا لا إله إلا الله لا إله إثبات نفي إلا الله إثبات لا إله نفي تساوي فمن يكفر بالطاغوت إلا الله إثبات تساوي ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صام لها